وفي الاستحقاقات أيضا أكد النائب عن كتلة دولة القانون تائر مخيف بأن أخراج القوات الأمريكية في ملعب حكومة السوداني ووفق صلاحياتها وقال مخيف أن القوات الأمريكية في العراق جاءت بناء على طلب من حكومة العباد أنذاك وقدمت مساعدات للقوات الأمنية في حربها على داعش مضيفا أن أخراج القوات الأمريكية يعتمد على رؤية الحكومة وهل أن وجودها من عدمه به الصالح للوضع الأمنية العام ولمصالح البلاد وأشار إلى أن الحكومة هي المعنية بتحديد بوصلة إخراج القوات الأجنبية من البلاد ومنها الأمريكية ويتم من خلال القنوات المعتمدة باعتبارها المعنية في إدارة ملف الأمن بشكل عام من خلال ما لديها من صلاحيات